هيا على الصلاة هيا على الصلاة اشتركوا في القناة من هذه الأداب التي أستكمل بها تلك الأداب من هذه الأداب أن يبتعد عن طرق الناس إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد عن طرق الناس لا يؤذيهم لأن هذه الطرق من الحقوق العامة التي يشغلها أنا وأنت وجميع الناس ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الطرق حذر من قضاء الحاجة في هذه الطرق فقال عليه الصلاة وما جاء في حديثة بهريرة قال اتقوا لاعنيني قالوا ومن لاعناني يا رسول الله قال الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم فهذه أيضا من الأداب أن الإنسان يتجنب إذا الناس وإذا كانت هذه القضية يعني الآن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقضي حاجته أو المكان الذي يطرقه الناس وهو مكان عام الذي يأتي ويلوث هذه الأماكن العامة ويقدر وينجس هذه الأماكن العامة بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا يستوجب اللعن يعني هؤلاء الناس الذين يستفدون من هذا الطريق أو من هذا المكان أو من هذا الظل يستفدون منه سيلعنون هذا الذي يقدر هذا المكان وينجس هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعنين اتقوا هذه الأماكن التي يلعن الناس من آذاهم فيها ومن قذر هذا المكان ومن نجسه وجعل من هذا المكان ملوثا هذا أيضا من الأداب من الأداب يعني أقول قبل أن تقل إلى الأداب أقول إذا كان هذا في أمر يسير فكيف الذي يؤذي الناس في طرقاتهم سواء كان بسيارته أو يعني لهم كم يتعذى الناس في طرقاتهم في شوارعهم من هذا الإنسان من هذا الإنسان المستهتر قد يؤذيني بسيارته يؤذيني بصوت سيارته يؤذيني بسرعته في بعض الأحياء السكنية قد يوجد فيها بعض المستهترين من بعض الشبابين أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم أن يصلحهم أن يبارك فيهم وفي أعمارهم ما يدري هذا الشاب الذي يزعج يزعج الناس في طرقاتهم أما أنه قد يمر بسيارته بشكل مستمر مسرعا قد يختفر واحد بعض الأطفال الأبرياء المساكين أو قد قد يؤذينيهم حينما يقف ويغسل سيارته وماذا يحدث إذا غسل سيارته هذا الشاب رب يعني يملأ الشوارع بالماء أو قد يؤذينيهم بصوت مسجل سيارته وقد تتأذى أبعد البيوت عنه وأبعد الشقق يتأذون من صوت مكبرات الصوت التي يضعها في سيارته أو هذا الذي يقطع على الناس طريقهم فيملأ الشوارع بالتجمعات وبغيرها لا شك أن هذا قد يستوجب اللعن فأقول لأبنائي وليأخواني أنت ما تدري قد تؤذي إنسانا يدعو عليك يقول يا رب يا رب يا رب ويدعو عليك لأنك آذيته أنت ما تسمع صوته لكن الله تبارك وتعالى يسمع صوته ويسمع مناجاته يخرج هذا الشاب المستهتر فيصاب بحادث تصيب هذه الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة والله تبارك وتعالى يقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين وقد تكون أمرأة مسكينة كلما نومت طفلها جاء هذا الشاب المستهتر وأزعج الحي بصوت سيارته وما يضعه من مكبرات على محركات السيارة أقول انتبه لهذه القضية من الأداب أيضا وهو أدب أيضا مهم أن على هذا الإنسان الذي يقضي حاجته أن يحترز احترازا شديدا من رذاب بوله لا يصيد ولا تستغربون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما مر بقبر مر عليه الصلاة والسلام بقبر أو مر أفن بقبرين وقف عند القبرين فقال إنهما ليعذبان يعني صاحبي القبر إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير هو عند الله تبارك وتعالى كبير لكن في نظر الناس أنه ليس كبير مثلا الآن واحد يقول يعني احنا تحدثنا عن هذا الموضوع هذا كبير عند الله بس عند الناس وهم بعضين كما قال الحق سبحانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قال إنهما لا يعذبان أشار إلى إلى القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول لا يحترز لا يتقي يأتي إلى ماكن صلبه الله يكرنكم ويبول فيها ويرجع عليه البول على ثوبه على جسده لا يحترز أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فكان يمشي بالنميمة هذه المسائل التي ذكرتها اليوم وفي حلقات السابقة هذه آداب على المرء المسلم أن يتنبه وأن يتقيد بها فالذي جاء بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تمام المحبة والاتباع له صلى الله عليه وسلم التأسي به والاقتداء في هذه المسائل وفي غيرها سأنتقل وإياكم بإذن الله لأتحدث في حلقتنا القادمة عن الوضوء وعن أحكام الوضوء وعن صفة الوضوء إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الصلاة اشتركوا في القناة